الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته جرى حوار بيني وبين أحد الأخوات الشيعيات والأراقيات وطرحت عليها هذا السؤال لماذا يكرهوننا بعض الناس يعني يكرهون الشيعة وكيف نجعلهم يحبوننا قلت لها السلام عليكم أخت الكريمة منتهى أكيد أنك ضد الطائفية وتتألمين جدا لما يعانيه الشيعة من كراهية وعدوان عليهم من قبل المتطرفين مثل الدواعش وقلت لها أنت مثقفة ومفكرة ومهتمة بالشأن العام ولكن هل سألت نفسك أو سألت أحد السنة مثلا لماذا يكرهون الشيعة فقالت أعرف سبب الكراهية طبعا قلت لها أمريكا طرحت هذا السؤال على نفسها بعد هداع سبتمبر وقالت لماذا يكرهنا العرب والمسلمون حتى يقوموا بمهاجمتنا وعمل الدراسات حتى تغير صورة أمريكا في أعين المسلمين ما هو سبب الكراهية في نظرك تجاه الشيعة يعني فقالت السني يكره الشيعة ليس الآن أستاذ إنه يكرهه منذ أكثر من ألف عام حتى عندما كان عدد الشيعة لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وما أبو ذر وعمار وسلمان إلا أمثلة بسيطة فقلت لها زمان أبو بكر وعمر وسلمان لم يكن هناك سنة وشيعة وسلمان أصبح واليا لعمر على المدائن وكان هناك شيعة لعلي بالمعنى السياسي وكانوا مندمجين في الدولة بصورة عامة وقادت جيوش عمر وولاته حتى عمار بن ياسر أصبح واليا على الكوفة حتى اعتبرت حكومة عمر بن الخطاب أول حكومة شيعية في التاريخ وأنا لدي محاضرة مفصلة عن هذا الموضوع أيضا أرسلتها لها قالت صح فهو صاحب مقولة بخن بخن لك يا ابن أبي طالب فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة هذه من قولة أو معروفة عن عمر بن الخطاب قلت لها أرجو منك أن تفكري بعمق بمشاكل الأمة والعراق خصوصا وتدرسي التاريخ الإسلامي جيدا وكذلك الفكر الشيعي الأصيل فكر أهل البيت بعيدا عن فكر الغلاة والمتكلمين وانتظر إجابتك عن سؤال لماذا يكرهوننا ماذا نفعل حتى يحبوننا فأقالت إجابتي لن أفعل شيئا ضد قناعاتي حتى يحبني أحدهم الدول العربية كلها سنية ولن يحب الشيعاء إلا إذا تسننا قلت لها أختي الكريمة أنا معك إذا كانت عقيدتي ثابتة من الله تعالى فأنا لن أتنازل عنها ولكن إذا كانت لدي بعض الأفكار التاريخية المبنية على أساطير وخرافات وأحاديث ضعيفة وموضوعة وهي ليست من أسس ديني ولا تفيدني شيئا سوى استفزاز الآخرين وإثارتهم وشحنهم ضدي ودفعهم لتكفيري وإعلان الحرب علي فهل يجب أن أتشبث بتلك الخرافات والأساطير أم أعيد النظر فيها وأنظر لمصلحتي ومصلحة البلد وسوف أضرب لك مثلا بالخوارج أو الإباضية اللي عن يسمون الذين اختلفوا مع الإمام علي بعد حرب صفين وكفروه لأنه قبل بالهدنة مع معاوية وقبل بالتحكيم وقد مضى على ذلك الخلاف 1400 عام فهل يجب على الإباضية اليوم أن يقوموا ويقعدوا ويسبوا الإمام علي ويكفروه وهل هذا من العقيدة الإسلامية وما هو رد فعل الشيعة تجاههم إن فعلوا ذلك دعنا نصور يعني هل يمكن أن يحبوهم أو يتعاطفوا معهم أم سيقومون بإعلان الحربي ضدهم كذلك فإن عامة المسلمين يجلون أبا بكر وعمر وعثمان ويعتبرونهم من خيار الصحابة ثم يأتي مثلا بعض الشيعة الإمامية فيقولون أنهم اغتصبوا الخلافة من الإمام علي وكأنهم منافقين أو كفارا بناء على أحاديث ضعيفة أو تأويلات تعسفية للقرآن فهل هذا من الدين أو العقيدة أو من مذهب أهل البيت وما هي الفائدة من ذلك اليوم وهل نستطيع إرجاع عقارب الساعة للوراء وإعطاء الخلافة لإمام علي وأهل البيت أم لا نحصل من كل ذلك سوى الكراهية من المسلمين لنا بسبب نظرية وهمية خيالية ميتة ومنقرضة ولكم تكملة هذا الحوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر